اهلا بكم في برنامجنا الأسبوعي الجديد فهو يشفين والذي سنتناول به موضوعات طبية عدة تشمل أهم المشاكل الصحية التي تواجهنا في حياتنا اليومية أسبابها كيفية الوقاية منها طرق علاجها بالإضافة للنصائح العامة التي تتعلق بها وسنستضيف في هذه الحلقات مجموعة من الأطباء المختصين في الشمال المحرر وسلسلتنا الأولى ستتناول موضوعا مهم جدا وهو صحة الفم والأسنان سنناقش من خلالها أهم المشاكل السنية المنتشرة وسنجد الحلول ونعطي الإرشادات وذلك مع ضيفنا الكريم الدكتور حسام اسماعيل أهلا بك دكتور أهلا وسلام بك حياك الله السلام عليكم جميع وعليكم السلام الله يبركاته طبعا دكتور حسام اختصاصي في أمراض اللثة والنسج حول السنية ومدرس في جامعة إدلب نرحب بك مرة ثانية دكتور في برنامجنا حياكم الله جميع بداية سنتناول أهم موضوع مرتبط بالأسنان والذي هو أكثر الأمراض السنية انتشارا ألا وهو النخور السنية بداية دكتور ما هو النخر السني وكيف يحدث رغم قوة بنية الأسنان وصلابتها النخور السنية هي تآكل في بنية النسيج للسن طبعا البنية الخارجية شديدة القساوة وهي تعتبر أقصى مادة موجودة في جسم الإنسان عموما فيبدأ فيها النخر بطريقة صغيرة جدا نحن نصفها بالبركال معكوس يبدأ بشكل بسيط ثم ينتشر داخل السن بطريقة أكبر لذلك أغلب الناس تجدوا يقول أنه السن كان سليم نخر بسيط أو ما شعرت بنخر ولكن تهدم مباشرة لأنه النخر يكون موجود ضمن السن في الداخل طبعا الأسباب النخور وهي الأكثر شيوعا كثيرة متعددة لكن يمكن حصرة بشيء بسيط النظافة الفموية بعد الطعام بعد وجوات الطعام هي الأساس لأنه لا يمكن أن يكون النخر إلا مع وجود بكتيريا والبكتيريا تحتاج دائما إلى فضلات طعام إلى ما يسمى كربوهيدرات بعض أنواع السكريات بعض الترتيبات الموجودة حتى تنمو هذه البكتيريا التي تقوم بتكسير بنية السن وتتقدم من بداية السن حتى تصل إلى العصب طبعا وصول النخر إلى العصب يعني تموت السن وألام شديدة وترتيبات تكون حتى طبية تحتاج عمل أكثر مما يكون النخر بسيط تمام يعني هي العوامل التي تجتمع تسبب النخر السني هي البكتيريا والسكريات هناك عوامل أخرى العوامل الأساسية موجودة هذا لا يوجد عوامل فرعية اللي هي مثلا ممكن أحيانا بعض آسار جانبي لبعض الأدوية نقص أفراز اللعاب ضمن الفم لكن كلها تصب في شيء واحد اللي هو زيادة عدد البكتيريا الموجودة في الفم بعض أنواع البكتيريا طبعا هي مخصصة لأهل الإختصاص يعرفوها يعني أي عامل يزيد عدد البكتيريا الموجود في الفم يؤدي دائما إلى تآكل في الفم ونخر لأنه النسيج السني الموجود يعني يتم تكسيره عن طريق هذه البكتيريا أما في حال الصحة الفموية جيدة واليوعاب جيدة ونسبة بكتيريا قليلة مؤهبات أو مسببات وجود هذه البكتيريا قليلة فيعني أن الأسنان سليم نعم طيب نحن دائما نربط النخور السنية بشكل أساسي بالغذاء ما هي الأغذية التي تزيد من حدوث النخر السني الأغذية هي دائما تعلق بما يسمى الكربوهيدرات كربوهيدرات بالتفسير البسيط هي ممكن نقول عنها مثلا ماء موجود في البطاطا في الخبز في الحبوب بشكل عام موجود في بعض أنواع السكريات المعقدي يتم تكسيرها بداية في الفم ولها فضلات تبقى في الفم كل الفضلات من أي نوع من الأطعم باستثناء الخضروات هذه لها تأثيرات بنمو مستعمرات بكتيري تؤدي إلى تهدم بالأسنان ونخور فموضوع النظام الغذائي هو الأساس طبعا نظام الغذائي دائما ممكن أن تبدأ نظام الغذائي عندك وجبات طعام تبدأ بشيء من الخضروات تملأ الفراغات ما بين الأسنان تغطي مثلا مناطق اللي ممكن أن يتراكم فيها الطعام ثم تنتقل إلى الطعام التاني اللي فيه ممكن مثلا الأرز البطاطا أي شيء تاني موجود بحيث ما تضع له مكان ينحشر بين أسنانك أو في الأماكن الغؤورات موجودة في الأسنان فيسبب النخور فالمبدأ دائما يكون في غذاء متوازن طريق التغذية جيدة طبعا نحن كمسلمين أفضل طريقة غذاء موجودة لدينا أو تناول في الغذاء موجودة تكون منضبطة في شهر رمضان الفضيل تكون وجبة غذاء موجودة قبل صلاة الفجر ووجبة موجودة مع صلاة المغرب أما حتى موضوع اللي متعارف أحيانا عند بعض الناس ربما بسبب العمل أو بسبب التأخر في العمل أنه يأكل بعد العشاء يأكل وينام هذا أيضا من ما يسمى بالعادات الغذائية السيئة يعني هناك عدد وجبات مثالية في اليوم هي المناسبة ليس الموضوع بعدد الوجبات بقدر ما هو الموضوع بتكرار الوجبات أو وقت الوجبة ليس العدد إنما الوقت يعني الطعام ثم النوم مباشر فضلات الطعام بقيت حتى الطعام قبل النوم المعدة تبدأ بإفراز حوامض هذه الحوامض لها أبخرة تخرج باتجاه الفم فتؤثر طبعا على الأسنان بالنخول الموجودة فيها يعني أعيد أكرر الضبط الآلية موجودة في رمضان يعني هذا لدينا كمسلمين بعد المغرب لا يوجد طعام يعني يوجد ممكن شوي من فواكه من ترتيبات بسيطة لكن طعام محدد مع صلاة المغرب دراسات العلمية الطبية طبعا نحن نتحدث عن طب اللي نحن نعيشه الآن معاصر هو طب تجريبة تأخذ تجارب دراسات ممكن بعد عشر سنوات تقول هذه التجربة والدراسات لا عدلت وهذا أمر موجود عرفا عند الطب لكن السن النبوية والشرع هو ليس تجريبة هو أمر ثابت حتمي تمام التجارب كان سابقا تحدث أو الطب التجريبة كان يتحدث عن وجبة الفطور الصباحي اللي هي أهم الوجبات يتحدث عن ثلاث وجبات يومية أربع وجبات يومية خمس وجبات لكن السن النبوية الشريفة تقول حسب ابن أدم لقيمات يعني عندما تكون جائع تأكل ولكن حتى هذا الوقت حدد موضوع نهاية الطعام يعني نعيد أكيد عليها لأنه أكثر المشاكل نواجهها من كثير من الناس طبعا لها ضرر في الأسنان وضرر في غير الأسنان ليس فقط الأسنان لأنه الجسم كامل الأسنان هي عضو من الجسم موضوع الطعام والنوم الطعام والنوم سيئ جدا يعني في آخر الليل يأكل وينام هذا مشكلة الناس اللي تأكل حتى في فترة الظاهرة ثم يستلقي مثلا ينام بعد الطعام دون تفريج دون غسيل أسنان بالنسبة لنا كمان هذا أمر سيئ فالقصد في الأمر هي تحديد أوقات الطعام وليس عدد المرات تحديد الأوقات آلية الغذاء أو برنامج الغذاء يكون جيد يعني يبدأ بشيء من خضروات أو حتى إذا ما كان ممكن نحن نعرف آلية الطعام مثلا لدينا شيء من ألياف يعني من لحوم أنت تحتاج إلى تنظيف ما بين أسنانك بعد ما تنتهي من وجبات الطعام تكون الأسنان دائما نظيفة هذا لي يطبق نوعا ما في موضوع الأغذية تمام ما هي الإجراءات اليومية الأخرى التي يجب أن نقوم بها للوقاية من النخر السن الإجراءات بسيطة جدا النظافي مطلوب شرعا ومطلوب عرفا ومطلوب مجتمعا لكل شيء في جسم الإنسان يعني أي إنسان اليوم يعمل في عمل كان في صناعة أو في أي عمل يعني دائما قبل أن نتناول وجب الطعام يذهب إلى تغسيل يدين نظافي العامي مطلوبة فكيف بفم دائما يوجد شاي قهوة مشروبات طعام ولا يتم تغسيله أو غسيله أو تنظيفه ربما كل شهر مرة فهو بحاجة إلى تنظيف السن النبوية أمرت بالتنظيف قبل كل صلاة نوعا ما بالسواك طبعا هون نقف بس في أمر ولله الحمد في منطقة المحررة نتابع السن في أكبر قدر ممكن لكن يوجد خلط ما بين السواك وما بين غير السواك السن كانت توجه إلى أمرين أمر السواك والسواك هو عمله هو تدليك لللسة تدليك لللسة وإزالة بعض التصبغات فهو مطهرة للفم كلمة مطهرة لا يعني أنه ينظف الأسنان هو يقوم بعملية تدليك لللسة وإزالة بعض التصبغات واللسة هي بحد ذاتها تقوم بإفراز سوائل لسويه تقوم بتنظيف السن وتلميعه ووقايته من البكتيريا وفيها مضادات بكتيريا وفيها مضادات التهاب موجودة ضمن اللسة تحتاج فقط إلى مساج خفيف أما ما يستعمل بعض الأخوة وبعض الناس موجودين من تسويك بطريقة عنيفة أو بطريقة غير صحيحة باتجاه الأعلى والأسفل وفقط يعتبرها للسن فهذا يضر أكثر مما ينفع سنتنا والموضوع السواك في حدث هذا بشكل بسيط نعم الأمر الثاني اللي هو أهم من السواك بالنسبة لتنظيف الأسنان أو ما بين الأسنان أو البقاء من النخر هو موضوع تخليل ما بين الأسنان طبعا التخليل ورد في بعض الأحاديث منها حسن ومنها ما هو ضعيف ولكن حتى علميا نحن كطبيب سابقا تعتبر أول مرجعية طبية بالنسبة لطب الأسنان هي الجمعية الأميركية كانت توصي دائما بموضوع الخيط بين الأسنان من فترة تقريبا أربع أو خمس سنوات تبين لها أن الخيط ما بين الأسنان هو مضر قاموا بتوقيف فرشات الأسنان عموما هي بالتعريف الطبي هي عملية مساج للسة ولا تنظيف بين الأسنان أما التنظيف بين الأسنان حصا يكون بالتخليل التخليل هو خل تدخل ما بين السنين بتنظيفها ممكن استعمال أعواد خشبية الرقيقة وليست الأعواد منتشرة دينا في السوق الأعواد منتشرة في السوق هي أعواد خشبية خاصة للطبخ لأن قطرها أستواني لا يتناسب مع قطر السن يوجد أعواد بلاستيكية هي خاصة للأسنان هي أفضل ما يمكن بلاستيكية وليست خشبية؟ بلاستيكية هي الأفضل طبعا بشكل بسيط المقطع العرضي للعود البلاستيكي لا يؤذي الأسنان أو يؤذي اللسة ما بينهما وطبعا التخليل هو ليس بمبدأ العادي يكون بشكل متكرر جدا كبير هو فقط بعد تناول وجبة الطعام يعني تحتاج تخليل بين كل سن والآخر يعني مرة واحدة فقط لا غير أسنان نظيفة وانتهى الأمر لا يحتاج شيء من زيادة عمل أو ضغط هذا التخليل هو الأساس والجوهر في حماية الأسنان من النخور لأنه أغلب النخور اللي نواجهها في العيادات هي نخور ما بين الأسنان يعني نخور جانبي أغلب المرضى يقول أنه أنا أنظف أسناني خمس مرات في اليوم نحن نطلب منه تجربة بسيطة إذا كان في أكل فيه ألياف يعني من لحم دجاج أو لحم لحوم حمراء جرب نظف أسنانك بالفرشة بعد الفرشة جرب خلل بينهم بخلي ستجد أنه بقايا الطعام موجودة وهي طبعا مرتع جدا مناسب لنمو البكتيريا تمام طيب هل نستطيع تمييز النخر السني من التلون مثلا في المنزل يعني حتى نقرر مراجعة الطبيب أم دائما لأي تلون أو كذا نراجعه مباشرة يعني في البيت كيف أعلم متى يجب أن أزور الطبيب طبيب الأسنان هلأ عموما قبل إجابة هذا السؤال مراجعة الطبيب هي المفروض أن تكون كل ست أشهر أو كل سنة مراجعة الطبيب الأسنان فقط من ببدأ المعاينة والفحص لكن للأسف الوضع الاجتماعي والوضع الذي نعيشه في المنطقة هون ربما يكون الأمر صعب ربما أحيانا في التكلفي علما أنه إذا لم نقل أغلب أو كل سنقول أغلب الطباء الأسنان ليس لديهم معينة يعني أنا كطبيب أسنان أكون فرح ومسرور لما يأتي شخص فقط يريد أن يفحص يعني هو مهتم بأسنان دليل وعي دليل وعي فهذا الوعي للأسف غير موجود علما أنه أي معالج سنية في بدايتها تكون بسيطة جدا ورخيصة كل ما تفاقم الأمر كل ما زاد الأمر تعقيدا وزياده في المصاريف المالي ومجتمعاتنا اليوم أصبحت مجتمع فقير نوعا ما فالتوفير المالي يبدأ من الوقاي أما موضوع التمييز ضمن البيت أو ضمن المنزل دون طبيب ما بين التلون وما بين النخر فهذا أمر شوي صعب يعني صعب قليلا بسبب أن تحتاج إلى شيء للفحص الدقيق يعني حتى الطبيب في العيادة يحتاج لخبرة يحتاج لأدوات خاصة حتى يميز ما بين التصبغ وما بين النخر نعم إذن يجب زيارة طبيب الأسنان لعدل توفر الأدوات المناسبة في المنزل نعم في المنزل صعب يعني تحتاج حتى لأخصائي حتى يستطيع التمييز لأنه حتى موضوع النخر يوجد أنواع للنخر يوجد نخر متصلب ويوجد نخر متلين يعني لها أنواع كثيرة لا يستطيع المريض أن يميزها أو الشخص أن يميزها في البيت لوحده تمام طيب دكتور ما هي الإجراءات التي يقوم بها طبيب الأسنان يعني نحن انتهينا من القسم من القسم الذي يجب أن نقوم فيه بالمنزل ما هي الإجراءات التي يقوم بها طبيب الأسنان للوقاية من النخر طبيب الأسنان في وقايته من النخر أولا هو بداية المعالجة في بداية الأمر يعني النخر البسيطة السطحية يقوم بمعالجته هذا في العموم يوجد بعض حالات خاصة واستثنائية طبعا الأطفال اللي لديها تشوهات في الأسنان أطفال لديها مثلا نخور بسيطة في بدايتها يوجد مواد خاصة عن طبيب الأسنان تسمى مواد مالئة أو مواد سادة يقوم بترتيبة في الأسنان اللي فيها تضرر في بدايته تحفظ الأسنان لفترة طويلة طبعا موضوع الأسنان ليس فقط متعلق بالسن بحد ذاته الوقاية والعمل فيها طبيب الأسنان ممكن أن يلاحظ مثلا تشوه في نمو الفك الطفل ربما يحتاج لحالة تقويمية تكون بسيطة في بدايته في عمر السبع أو ثمان سنوات أو ست سنوات أو حتى في 13 سنة أو 12 سنة هو السن المفضل للتقويم أفضل ما ينتظر إلى فترة طويلة طبعا التراكب بالأسنان أو التشوهات الموجودة في الأسنان غير استفافة هي طبعا من أسباب النخور مستقبلا وفقد الأسنان أحيانا الطبيب الأسنان من المفروض أن يكون لديه وقت مخصص لكل مريض للتوجيه الصحي الصحيح يعني بمعنى آخر بعض الحالات تأتينا كانت بالذات في مجال اختصاصنا باللسة انحسارات لسوية أو مشاكل لسوية أو مشاكل الأسنان تكون ناتجي عن سوء استعمال لفرشات الأسنان أو للسيواك أو لوسائل التنظيف إن كان مضام يضوره الطبيب من واجبه وحق الأخ المراجع أو المريض أن يأخذ نصيحة من الطبيب بتوجيهات بسيطة جدا تكون في البداية توجيهات في طبيعة الطعام في طبيعة التنظيف أليت التنظيف حركات التنظيف تكون جدا مفيدة في موضوع الوقاية من النخور قبل أن تقع نعم يعني الخلاصة درهم وقاية هذا مما لا شك فيه درهم وقاية خير من قنطار علاج الوقاية دائما تكون أبسط وأسهل وتحفظ الصحة لوقت طويل ولوقت أفضل من موضوع العلاجات دكتور حسام اسماعيل جزاك الله خيرا على المعلومات القيمة التي قدمتها بارك الله فيك جزاك الله كل خير وبرك الله فيكم قناة وكادرا وجميع القائمين على العمل حياكم الله وإياكم الله سلامك بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا الأسبوعية نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله مع حلقة جديدة من سلسلة طب الأسنان في برنامج فهو يشفين كان معكم أحمد المصري نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة